خمس افكار قنوات يوتيوب نجحة بدون الظهور ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهائي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي ياسمين عشور النهاردة كده هقولك على خمس افكار لقنوات يوتيوب نجحة بدون الظهور في ناس كتير جدا عاوزين يفتحوا قنوات على اليوتيوب بس الاسف مش قادرين عاوزين يقدموا محتوى بس مش عاوزين يظهروا بورشهم فبالتالي بيسألوا نفسهم هو انا ممكن اربح من غير الظهور يعني ممكن افتح قناة كده واربح منها فلوس ومن غير مظهر بوشي اه هقولك ايوة طيب قبل ما نبدأ بقى في الخمس افكار وعشان اقولك عليهم عايز اقولك حاجة مهمة جدا وهي الاستمرارية في تنزيل المحتوى ان انا مثلا في ناس كتير جدا هتقولي انا جربت الافكار بتاعتك ومش جايبة معي مشاهدات هقولك لا ممكن مثلا على حسب القناة بتاعتك هتبقى اي ممكن قناتك تنجح مع الاستمرار خلال اسبوع خلال شهر خلال السنة فانا عزاك ما تستعجلش قدم المحتوى اللي انت بتحبه عشان تقدر تستمر فيه اهم حاجة يكون المحتوى اللي انت بتحبه انا هقولك على الافكار وانت شوف المحتوى اللي انت لنسبك انت تتكلم فيه عشان تقدر ان انت تستمر فيه وما تيقاسش لان اهم حاجة عندك اليوتيوب طبعا فيه نجاح فيه على المدى البعيد فلازم ان انت ما تيقاسش ممكن انت تنجح بسرعة فيلا بينا على اول فكرة معي وهو محتوى جميل جدا هو المحتوى التعليمي طبعا تخصص بقى تقنية تخصص برامج مثلا لو انت فاهم في برنامج معين وعايز تتكلم فيه فممكن انت تتكلم فيه مثلا انت مدرس وعايز تتكلم وتشرح اي لغة عندك لغة انجليزية لغة العربية بتبدأ انت تتكلم فيها لغة الدراسات العلوم تبدأ تتكلم باللغة دي وعادي ممكن انت تجيب وراء وقلم وتكتب وتعلم الاشخاص يعني التلاميذ بتوعك على الصبورة او تتكلم بدون ما تظهر تمام عندك علوم المحتوى مسلا الفلك او علوم الطبيعية او علوم حيوية الحاجات دي برضو فكرة محتوى جميل جدا بدون الظهور عندك مسلا مدرس تاريخ ممكن انت تتكلم على التاريخ بص يا ممكن كل اللي عليك هتسجل شاشة وتبدأ انت تتكلم مسلا او تجيب الاسئلة على الشاشة وتبدأ انت تفاهمها للمتابعين بتوعك بطريقة بسيطة ودي كانت اول فكرة معي المحتوى التعليمي تمام تصوير شاشة وتسجيل شاشة وانت مدرس او انت دكتورة او كده بتجيب المنتج بتاعك او كده وتبدأ ان انت تتكلم عليه او انت تتكلم عليه تاني فكرة معي وهي محتوى الالعاب لو انت عندك جهاز قوي ويتحمل مسلا تسجل عليه الالعاب فدي بقى فرصتك انك تفتح قناة الالعاب تسجل شاشة وتنزل في اه طبعا لو جينا بقى نشوف في قناة مخصصة في الالعاب لو جينا نشوف هنلاقها جايبة ملايين المشاهدات فممكن انت تمسك بقى لعبة من اولها الاخيرها بتجيبها وتنزل وتعمل لك كده قيمة تشغيل وتعمل لكل لعبة قيمة تشغيل عشان اي شخص مش عارف يوصل للمرحلة دي فبيدخل يدور انا هوصل للمرحلة دي ازاي وتخطى المرحلة دي ازاي فطبعا دي بقى فرصتك يعني انت بقى تدخل وتسجل شاشة لو انت عندك جهاز قوي وتبدأ انت تسجل وتنزل على اليوتيوب طبعا انت بتمسك بقى اللعبة من اول لحد ما بتخلص اللعبة فبتبدأ انت تشرح بقى المراحل بتاعتها بدون الظهور فدي كانت تاني فكرة معانا وهي فكرة المحتوى الالعاب تالت فكرة معايا وهو محتوى طبعا تقدر تقدمه ناس كتير بتحب تتفرج عليه وهي محتوى الاعمال اليدوية اللي هو مثلا اعمال اليدوية زي الميكانيكي زي النجار طبعا زي مجال التنظيف اللي هو فيه يعني ستات كتير قوي بتعمل مجال النوع التنظيف اللي ها بتتدار على كل حاجة يعني بتقدر يعني تقدر تنظف المراي possiamo او تقدر ان انت تنظف حاجة معينة ازاي فالناس كتير جدا فيه فئة بتحب الحاجات دي جدا برضو الطبخ وبردو اعادة التدوير ممكن انت تعرف تعمل اعادة تدوير لحاجة معينة لازازة او لكارتونة فالناس برضو لها جمهور وفيه ناس بتحب طبعا المحتوى ده كتير جدا فشوف انت مميز في ايه وبتحب ايه وتشتغل فيه عشان ما تيقاسش ودي كانت ثالث فكرة معايا وهي الاعمال يدوي رابع فكرة معايا وهي الحكاوي ايه الحكاوي لو جينا نشوف في اليوتيوب وجينا نبحث كده هنلاقي فيه حكاوي القصص يعني انت في كل واحد طبعا بيبقى عنده مميز في حاجة كده عني التاني فمسلا فيه ناس بتحب يعني تقول قصص رعب بتجيب بقى فيه المونتاج بقى خطوات الرجلين وخطوات اللي هو الصوت المرعب ده وطبعا انت بقى بتعمل المونتاج بتاعه كويس عشان الناس تشتائن شوفي الفيديوهات بتاعتك لو جينا نكتب على قصص الرعب ده في اليوتيوب هنلاقي ملايين المشاهدات وجايبة طبعا فيديوهات كتير جدا وجايبة مشاهدات كتير جدا لقصص الرعب عندك مسلا قصص الانبياء طبعا انت ممكن تفتح قناة تتكلم على قصص الانبياء وطبعا يبقى جزاك الله كل خير عندك قصص الاطفال ممكن برضو ان انت تفتح قناة تحكي تحكي حكاوي قصص للاطفال بدون والظهور تجيب فيديوهات تجيب قصدي صور وتجيب الصور تضيفها في المونتاج وتتكلم عليها وتقرأ يعني وتقول قصص الاطفال لو انت بتحب الحاجات دي بتبدأ ان انت تتميز فيها والقناة بتاعتك هتنجح لكن لو مش بتحب الحاجة دي ما تعملهاش فلازم انت تكون عندك حب كده في حاجة مسلا انا بحب قصص الرعب فهحكي قصص رعب بحب قصص الانبياء فببدأ ان انا احكي قصص الانبياء بحب قصص الاطفال فببدأ ان انا احكي قصص الاطفال وطبعا طبعا طبعا تعلم منين او اجيب ازاي بتروح على اليوتيوب وتكتب اللي انت عاوزه المحتوى اللي انت عاوزه بتكتب عليه بتجيب مشاهدات كتير بتلاقي مشاهدات كتير جدا فبتختار المحتوى اللي فيه المشاهدات الكتير دي بتبدأ ان انت مش عيب ان احنا نقلد المحتوى ده. يعني مثلا نقلد المونتاج نقلد الاصوات نقلد كل حاجة عشان تبقى القناة بتاعتنا نكحة لان هي قناة نكحة وجايبة مشاهدات كتير. عندك قناة مسلا هل تعلم بتجيب المعلومات عامة وبتبدأ ان انت تقولها وتقولها للناس وتشرحها وتتكلم فيها. عندك مسلا خمس فكرة معي وهي فكرة الرسم انك ترسم. ممكن ترسم شخصية مشهورة. اه طبعا هتقول لي هرسم في الفيديو. مسلا الفيديو ممكن عشر ساعات عشان ارسم شخصية مشهورة. هقول لك لا ما انت مش عشان ما تزهقش المشاهد معي. هو مسلا الفيديو بيكون عشر ساعات. انت بتخلي مسلا الفيديو بتاعك انت ممكن تخلي الفيديو بتاعك وتعمله تسريع. تخلي مسلا خمس دقايق. تمام? وممكن يجي لك شغل من على يعني على اليوتيوب. يعني ممكن حد دي يبعث لك مسلا يقول لك انا عايز رسمة معينة. فكده انت بتوسع الشغل بتاعك. ترسم مسلا رسمة معينة. وبتبدأ ان انت تبعها. فبالتالي انت لما بتفتح قناة وبت يعني بتحب المحتوى بتبدأ ان انت تحبب الجمهور بتاعك. ممكن بقى حد يعني يقول لك انت تعمل لنا مسلا صورة او ترسل لنا صورة بمبلغ كزا. ممكن مسلا تبيعي حاجة مسلا. ممكن تفتحي مسلا يعني افكار كتير. ممكن تفتحي مسلا عن اه لو انت عندك محل او عندك معرض او كده ممكن تصوري الحاجة بتاعتك وتضيفيها عندك على القناة. برضو دي برضو يعني اه حاجة كويسة. تمام? بدون برضو الظهور. تصوري الحاجة او تصور الشاشة او تصور ايدك وانت بترسمي تصوري ايدك او تصور حاجة من الاعمال يدوية او تصور لعبة بتلعبها او تصور حاجة انت متخصص فيها. فطبعا دي بدون الظهور بدور ما تظهر ولا اي حاجة بتبدأ ان انت تصور اهم حاجة يكون محتوى من تصويرك عشان ما يبقاش غلط على اليوتيوب. مش اروح بقى اجيب اي فيديو من على اليوتيوب ونزله على اليوتيوب عندي في القناة. لا طبعا كل ده غلط. لازم انا اكون تعبان على المحتوى. زي ما قلت لازم نكون احنا حابين المحتوى عشان نكمل فيه. ما تستعجلش فيه النجاح على اليوتيوب. عايزين اه نبدأ ان احنا قبل ما تفكر في الربح او كده. لا فكر ان انت تنجح على اليوتيوب لان اليوتيوب نجح عليه على المدى البعيد. فاعمل المحتوى اللي رايحك الاستمرار في تنزيل الفيديوهات برضو. عشان القناة. وطبعا قولي لي بقى في افكار تانية كتير. وممكن تكتبو لي في التعليقات لو عايزين فيديو كمان عن افكار تانية. في افكار تانية كتير جدا. فلو عايزين اي حاجة اكتبو لي في التعليقات. كان معكم ياسمين عشور ياريت لو عندك اي سؤال او استفسار اكتبو لي في التعليقات انا برضى على كل التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.